افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة وزير النفط الندوة الثانية لإدارة الموارد البشرية في صناعة الطاقة والتي تستضيفها مملكة البحرين بتنظيم من الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولية وبالتعامن مع وزارة الطاقة الروسية والهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من تمكين وذلك بالتعاون أو تحت عنوان تحديات الموارد البشرية في زمن متغير في قطاع الطاقة العالمية تأكيدا على أهمية التدريب والتطوير والاستثمار في تنمية الموارد البشرية من أجل تحسين الكفاءة الانتاجية في المؤسسات إن عقدت في العاصمة المنامة الندوة الثانية لإدارة الموارد البشرية في صناعة الطاقة بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين من شركات إقليمية وعالمية وأكدت الندوة على أهمية العنصر البشري كعماد للعملية الانتاجية ووجوب الاهتمام به وإعداده من خلال برامج التدريب والتعلم والتطوير التي تلعب دورا مهما في تطوير ومواكبة القوى العاملة في أية مؤسسة انتاجية موضوعنا اليوم هو الموارد البشرية وما هي آخر التطورات في هذا المجال خصوصاً وأن القطاع يشتكي خصوصاً في وضع نزول أسعار النفط دائماً يجدون عزوف في إيجاد عدد الكافي من الموضفين الشركات الصينية والشركات الروسية متواجدة اليوم طبعاً في المؤتمر كذلك برعاية من وزارة الطاقة الروسية ومشاركة التمكين كذلك والحديث عن التحديات التي تجدها مشتركة في جميع شركات الطاقة والنفط والغاز بالأخص نأمل أن نشجع الجيل القادم أن يركز على هذا القطاع لأننا نتوقع أن المستقبل يكون واعد لمثل هذه التخصصات كما نقش المشاركون التحديات المتنامية على النطاقين العالمي والإقليمي وما تحتمه على الجميع من إعداد وتهيئة للقيادات المستقبلية في سبيل التغلب على التحديات التي تزداد ضراوة في العديد من المجالات وخاصة الاقتصادية ويأتي نعقاد هذه الندوة في مملكة البحرين لما تتمتع به كمركز مهم في المنطقة بالإضافة إلى الاستفادة الكبيرة التي ستتحصل عليها من خلال الخبرات والتجارب الأجنبية لمواجهة التحديات التي واجهها قطاع النفط حاليا خصوصا مع مشاركة وزارة الطاقة الروسية البحرين بلد رائع وحكومتها عضو في مؤتمر الطاقة الدولي وداعم كبير لنا لذلك اخترناها لاستطافة هذه الندوة الآن نواجه تحديات كبيرة في قطاع الموارد البشرية لا سيما مع نزور أسعار النفط ولهذا السبب دعت روسيا لإقامة هذه الندوة لمناقشة جميع التحديات بات من الضروري في الوقت الحالي في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه اقتصاد العالم مضاعفة الجهول لتطوير القوى العاملة لا سيما في صناعة النفط والطاقة للدول النفطية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة والاستفادة من التجارب العالمية لتلفزيون البحرين أحمد لبلوجي